تطلق عبارة الفتوحات الإسلامية على الحملات العسكرية التي خاضها المسلمون لنشر الدين الإسلامي في ربوع المعمورة وقد بدأت هذه الفتوحات منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان فتح مكة أول الفتوح الإسلامية تلاها نشر الإسلام في ربوع الجزيرة العربية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11 للهجرة تم اختياره ومبايعة أبي بكر الصديق كأول خليفة راشدي فخاض حروب الردة ضد القبائل العربية التي ارتدت عن دين الإسلام بعد موت الرسول الكريم وما أن قضى على هذه الفتنة واستتبى الأمر في شبه الجزيرة العربية حتى سارع لإرسال الجيوش إلى الشام والعراق لمواجهة الروم والفرس تحت قيادة خالد بن الوليد وفي غضون بضع سنوات تمكن المسلمون من فتح الشام والعراق وبلاد فارس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وهي نفس الفترة التي توجهت فيها جيوش المسلمين نحو مصر لتخليصها من أيدي الرومان تحت قيادة عمر بن العاص بعد ذلك في عهد الخليفة عثمان بن عفان أرسل المسلمون أول الحمالات الاستطلاعية نحو بلاد المغرب لاكتشاف الأرض والسكان وقد امتدت هذه الحمالات الاستطلاعية والتي قادها عمر بن العاص وعبد الله بن أبي الصرح امتدت حتى الخلافة الأموية هذه الخلافة التي اتخذت من دمشق بالشام عاصمة لها وهنا بدأت مرحلة الفتح الحقيقي للمغرب حيث ولى الخليفة معاوية بن أبي سفيان القائدة عقبة بن نافع لقيادة الفتوحات في إفريقيا فتقدم بجنوذه وتمكن من فتح المنطقة وبناء مدينة القيروان سنة خمسين للهجرة لتكون مركزاً أسكرياً دائماً للمسلمين بهذه المنطقة وواصل عقبة بن نافع تحركاته وفتوحاته حتى بلغ المحيط الأطلسي أو بحر الظلمات كما كان يسمى آنذاك واعتنقت القبائل الأمازيغية الإسلام لكن كانت هناك تحالفات بين الروم والقبائل التي لم تدخل الإسلام بعد وأثناء عودة عقبة بن نافع للقيروان صرف جل عساكره وبقي مع قلة من جنوده وهي الفرصة التي كان ينتظرها كسيلة القائد البربري للثأر من المسلمين وقتل عقبة في هذه المعركة سنة 64 للهجرة بعد ذلك قام الخليفة عبد الملك بن مروان بإرسال جيش كبير بقيادة القائد حسان بن النعمان فتمكن من قتل كسيلة وكذلك أخمد طورة الكاهنة دهية وقام على الوجود الروماني في إفريقيا إلى أن تمت تنحيته سنة 86 للهجرة وقد تمت تولية موسى بن نصير بعده وموسى بن نصير لم يجد صعوبة في إخضاع ما تبقى من المتمردين نظرا لدخول أعداد كبيرة من القبائل الإسلام بل وانضمام هذه القبائل المسلمة للجيوش الفاتحة والناشرة للإسلام وقد ول موسى بن نصير القائد المسلم المغربية طارقة بن زياد الذي بفضله تم إقرار الإسلام في الأندلس حيث قاد الجيش الإسلامي وعبر به البحر الأبيض المتوسط ليتمكن المسلمون من فتح الأندلس سنة 92 للهجرة بهذا يكون درسنا قد انتهى دمتم في حفظ الرحمن